أنا عايز أقول للديناصورات اللي عملاقة الضخمة دي بتطلع من بيضة بشكل اللي احنا شايفينه قدامنا على الصورة وفي مدحف الخليقة عندنا ريبليكا من هذه التيريكس التيريكس ده من الديناسورات الضخمة جدا فبيفقس من بيضة بهذا الحجم فالديناصور الصغير بيبقى في حجم المعزة وبعدين يكبر عشان يبتد يقوله ازاي نوح دخل الديناسورات جوى الفلك الرب مش هيبعات له الديناسورات الكبيرة اللي مش هتقدر تخلف بعد ما تطلع من الفلك هيبعات له الديناسورات الصغيرة اللي ممكن بعد كده تطلع لان كلمة ديناصور هي كلمة حديثة في سنة 1841 اتقالت على اسمها السحلية المرعبة كلمة ديناصور معناها السحلية المرعبة فمعنى ديناصور ده من طائفة السحالي من طائفة الزواحف اللي على الأرض ده شكل بيد من بيد الديناسور علشان نعرف انه مش بس الأحجام الضخمة العملاقة دي فعلا اكتشفوها اه موجودة ياس اوكي دي حفريات متحجر متحجر حفريات ياس وده أصغر ديناصور في شمال أمريكا ده من مدحف الخليقة تعال بقى نشوف لازم يدوروا على حلقة متوسطة بين الطيور وبين الديناسورات عشان يقولك اتطورت من خلال السكة دي فالناشنال جيوغرافيك ودي مجلة محترمة جدا جدا في يوليو سنة 1998 قالوا الديناسورات عندها أجنحة وبتقدر تطير وده الرسمة الأساسية اللي قدامك زي ما انت شايفها وبعدين في سنة 1999 قالوا حفريات جديدة لمخلوقات تشبه الطيور تعد بقى الحلقات الناقصة المتوسطة في عملية التطور من ديناسور لطائر وحطوا لك الرسمة لشيك اللي انت شايفها على السكرين ويقال لك ايه ديناسور يكسوه الريش وإحنا قلنا عنده حراشيف عنده جلد ما عندوش قال لك ده عنده ابتدى ريش يطلع من النتوءات البسيطة دي وابتدوا يؤكدوا هذا الكلام وجملة حاجة اسمها أركيوبتكر أو أركيوبتس الأركيوبتس ده قال لك إنه عبارة عن ديناسور وليه أجنحة وقال لك لقينا الحفرية بعد شوية لقوا إن الحفرية دي خداعة إيه اللي حصل واحد في الصين جاب حفرية لطائر وحفرية لديناصور ولزقهم بطريقة دقيقة جدا وباعهم على أساس إنها الحلقة المتوسطة بين الديناصورات وبين الطيور ومجلة الناشنال جيوغرافيك كتبت عنها وبتاعها بعد كم شهر اكتشفوا إن دي خدعة فكذبوها بس كذبوها في سطرين في آخر المجلة بعد كم شهر لكن الصورة الكبيرة اللي قاعدة في أزهان الناس لقينا ديناصورات بأجنحة وبريش لكن لحد دلوقتي ما تلاقاش ديناصور لا بأجنحة ولا بريش ولا بحاجة من ده كله اشتركوا في القناة